قال فيقسماني بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ثم قال ولا نكتم شهادة الله ولم يقول لا نكتم الشهادة وإنما قال لا نكتم شهادة الله لبيان عظم هذه الشهادة في نسبتها إلى الله جل وعلا ثم ختم ذلك بقولهما إنا إذا لمن الآثمين يعني إن فعلنا ذلك وكأن سائلا يقول أهل العلم كأن سائلا سأل فإن ظهر أنكما كذبتما إن ظهر أنكما لم تبر بالقسم يعني القسم هذا كذب قالوا كيف كذب إذن نكون من الآثمين نحن نعلم بما نقول نعلم أن هذا يترتب عليه إثم عظيم ولذلك لا نقول إلا الحق هذا الآن كلام من؟ كلام الشاهدين إذا كان غير مسلمين أما إذا كان مسلمين فلا يطلب منهما القسم وإنما القسم من غير المسلمين طيب هؤلاء الشهد لماذا أقسم؟ لأن في ريبة في ريبة في شك أنهما كذبا وكتما وأخفيا فلذلك إذا جاءت الريبة هنا يطلب منهما القسم لكن إذا ما في ريبة ولا كوشي ما في قسم ما في دعي القسم وإذا كان مسلم ما في دعي القسم إذا القسم متى يكون إذا كان كافرا وكان هناك ريبة طيب لماذا لم نقبل شهادة الكفار بشكل عام إذن لماذا الأصل أنه يكون الشهود من المسلمين وهي في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أنا شهادة سبينه إذا حضر أحدكم الموت حين وصلوا اثنان دواء عدل منكم أو آخران أو ليست للتخيير يعني يا هذا يا هذا لا أو للتنويع أو يعني إذا لم تجدوا مسلمين فاستشهدوا كافرين طيب لماذا لا يستشهد الكافر كما يستشهد المسلم لماذا الكافر بعد المسلمين لماذا الكافر بعد الشروط وهي أنه في سفر وأنه أصابه الموت لماذا هي الشروط كلها في الكافر قال أهل العلمي أن الكافر لا يؤتمن على دين الله تبارك وتعالى لا يؤتمن إذا كان كفر بالحق كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ما الذي يمنعه من الكذب المسلم يمنعه من الكذب خوفه من الله هذا لا يخاف من الله الكافر لا يخاف من الله سبحانه وتعالى فما في شيء يردعه عن الكذب واذاك نطلب منه ان يقسم طيب يقولوا اذا اقسم ما فرقته لا تفرق بعض الكفار تفرق معه اذا اقسم خاصة اذا اوقف في وقت يعظمه وانه قال عن نفسه انه من الاثمين اذا كذب على الله او كذب في شهادته وعلى كل حال لم تقبل شهادتهم اذا لاحتمال كذبهم اكثر من كذب المسلمين والله تبارك وتعالى يقول عن اهل الكتاب ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائمة وبعضهم يقول ليس علينا في الاميين سبيل يعني يستحلون دماء المسلمين يستحلون اموالهم هم لا يبالون في هذا الامر لا يحللون ولا يحرمون وذلك امتنعنا عن قبول شهادتهم الا عند الضرورة بحيث حضر الموت وسفر ولا يوجد مسلمون لذلك قبلنا شهادة الكافر ترجمة نانسي قنقر